اشتركوا في القناة 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 فلما جسأل كلمة عقيدتي دي معرفة ولا ناكرة تقولي معرفة ليه عشان اتصل بيها ضمير كلمة صلاتوه معرفة ولا ناكرة معرفة ليه عشان اتصل بيها ضمير كلمة خلقهن معرفة ولا ناكرة معرفة عشان اتصل بيها ضمير يبقى نراجع مراجعة سريعة كده على الاربع شروط يبقى الاسم المعرفة هو كل اسم شخص اي اسم شخص ده معرفة اي اسم مدينة اي اسم به الف ولام اي اسم به ضمير متصل ده بالنسبة للإسم المعرفة النوع الثاني هو الإسم الناكرة يعني إيه إسم الناكرة؟ الإسم الناكرة اللي ما تحققش فيه ولا شرط من الأربع شروط الإسم المعرفة يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإسم اللي هو مش إسم شخص واللي مش إسم مدينة واللي ما فيهوش ألف ولام واللي ما فيهوش ضمير متصل إيه ده هيبقى فيه أسماء أصلاً ما فيهوش ولا حاجة من الأربع حاجات دول؟ كتير جداً عد كتير عندك كلمة زي كلمة قلم قلم دي إسم شخص؟ لا اسم مدينة لا فيها ألف ولام لا فيها ضمير متصل لا يبقى على طول دي اسم نكر عشان ما فيهاش ولا شرط من الاربع شروط كلمة مدرسة دي اسم شخص لا اسم مدينة لا اسم بي ألف ولام لا في ضمير متصل لا كلمة ملعب كلمة معلم كلمة حقيبة كلهم ولا اسم شخص ولا اسم مدينة ولا فيهم ألف ولام ولا فيهم ضمير متصل يعني اسم نكر في النهاية هو الاسم اللي ما تحققش فيه ولا شرط من شروط المعرفة بيبقى اسم ناكرة على طول طيب حضرتك ممكن تقول لي بقى احنا ليه اخدنا المعرفة وليه اخدنا الناكرة وإيه علاقتهم اصلا بالمضاف إليه وده اللي احنا هنعرفه بعد شوي المضاف إليه هنقرأ مع بعض الامثلة اللي هكتبها دلوقتي عن المضاف إليه وبعد كده ندخل على طول في شرح المضاف إليه المثال الاول أحمد كسير الخلق المثال الثاني صليته في مسجد المدرسة المثال الثالث فصول مدرستنا واسعة المثال الرابع راكب الولد سيارة إسعاف عايزك تركز كده في الامثلة دي ولقى عليها نظرة قلقت نظرة القى نظرة تانية ممكن واحد يسألني يقول لي طب قبل ما تشرح الامثلة يعني ايه كلمة مضاف إليه أصلا معناها في اللغة المضاف إليه لو أنا جبت كوبية مية وضفت إليها سكر بسمي هذا الكوب كوب مضاف إليه سكر بسميه مضاف إليه سكر يعني مضاف إليه يعني ضفت له حاجة فأصبح مضاف إليه تبدأ في اللغة يعني مضاف إليه بقى في النحو المضاف إليه في النحو ليه شرطين عشان أقول إنه ده مضاف إليه الشرط الأول إنه لازم ييجي قبليه اسم ناكرة لازم المضاف إليه يبقى قبليه اسم ناكرة طيب الشرط الثاني اللي هو ده أصلا تعريف المضاف إليه المضاف إليه هو وظيفته إنه يوضح الإسم الناكرة اللي قبليه يعني خليك فاهم وعارف كويس جدا إنه المضاف إليه وظيفته مش أنه يوضح معنا الجملة زي الخبر لا لا طبعا غيره خالص ولا هو ركن أساسي في الجملة وظيفة المضاف إليه وده اللي انت هتعرفه دلوقتي وهتشوفه من خلال الأمثلة إنه بيوضح الإسم الناكرة اللي قبليه بييجي بس المهمة معينة ومحددة واحدة بس بييجي عشان خاطر الإسم الناكرة اللي قبليه مش قادر يوضح معنا بذاته بنفسه فبييجي هو يتدخل عشان يوضح للإسم الناكرة اللي قبليه أول مثال بيقول لي أحمد كثير الخلق الجملة دي أولا نوعها إيه؟ إسمية ولا فعالية؟ دي جملة إسمية هو ده معنا أن المضاف إليه لازم يجي في الجملة الإسمية؟ لا طبعا المضاف إليه بيجي في الجملة الإسمية والجملة الفعالية سواء مالوش جملة معينة بيجي فيها بيجي في الاتنين عادي طيب انت بتسألني هى نوع الجملة ليه؟ لأن من شروط عشان أنا أقدر أحدد المضاف إليه وأخرجه بسهولة لازم الأول أحدد أركان الجملة أحدد نوع الجملة وبعد كده أخرج الأركان يعني أركان الجملة؟ يعني مكوناتها يعني مكوناتها يعني المبتدأ والخبر بتاع الجملة الإسمية دول بنسميهم مكونات أو بنسميهم أركان والجملة الفعلية لها أركان برضو الفعل والفعل ولو الفعل المتعد بيبقى حيناً المفعول به نرجع لجملتنا أحمد كثير الخلق دي جملة إسمية فين أركانها؟ الركن الأول أحمد مبتدأ والركن الثاني كثير خبر طيب لو أنا قلت أحمد كثير أنت فهمت أحمد كثيري؟ كلمة كثير دي نكرة صح؟ هل هي وضحت لك معناها؟ هو كثير إيه؟ لو أنا خبيت كلمة الخلق وشلتها ساعتها أنت تفضل محتور يا ترى كثير الخلق؟ ولا كثير الجمال؟ ولا كثير الحياء؟ ولا كثير العلم؟ ولا كثير الأدب؟ كثير إيه؟ كلمة كثير دي بتحتمل يجي معني بعديها أكتر من حاجة تبقى كثير أي حاجة مش واضحة فهنا جي دور المضاف إليه بقى عشان يوضح للكلمة دي لأن كلمة مش واضحة لو حطيتها كده مش هتتفهم لوحدها محتاجة كلمة تانية تفاهمها فاجي كلمة الخلق اللي هي المضاف إليه عشان توضح لي هو كثير إيه؟ كثير الخلق آه فهمتني طيب أنا دلوقتي جيت في الامتحان وعايز أعرف الخلق دي مضاف إليه ولا لأ لازم أشوف الشرطين اتحققوا فيها ولا لأ إيه هم الشرطين؟ نسيتهم افتكرهم معي أول شرط أني لازم يجي قبليه اسم ناكرة جميل هنا قبليه اسم ناكرة كلمة كثير؟ آه اسم ناكرة اللي هو ايه معلش رصانة نسيت اسم الناكرة الاسم الناكرة اللي هو ولا اسم شخص ولا اسم مدينة ولا فيه ألف ولام ولا فيه ضمير متصل آه تمامي بقى دي اسم ناكرة الشرط التاني أنه يوضح لي الكلمة اللي قبليه يعاني لو شلت كلمة الخلق مش هفهم كلمة كثير أحمد كثير كثير إيه؟ لأ مش واضح يبقى المضاف إليه؟ لذي متحق فيه شرطين أول شرط وده أهم شرط أنه ييجي قبليه اسم ناكرة تاني شرط أن المضاف إليه لو أنا شلته مش هفهم الاسم الناكرة مش هفهم الجملة كلها لأ الجملة ممكن تتفهم عادي لكن الكلمة اللي قبليه بس هي اللي تبقى مش مفهومة طيب ولما بص في المثال التاني صليته في مسجد المدرسة دي جملة فعلي تعال نخرج الأركان صليت ده فعل ماضي تمام؟ والتاق تاق الفاعل في حرف جر مسجد اسم مجرور لحد هنا تمامه جملة مفهومة لم أقول لك صليته في مسجد جملة مفهومة وما فيش أي خلل وأركانها كلها مظبوطة الفعل والفاعل وعند جر ومجرور هنا ما فيش مفعول به لكن لو أنا سألتك أنت عارف المسجد اللي أنا صليت فيه ده مسجد ايه؟ لا أنت ما تعرفش فهنا جيه دور المدرسة أني يوضح لك خلي بالك هو صلى في مسجد المدرسة مش في مسجد المدينة ولا مسجد الرحمن ولا مسجد مكة ولا مسجد الكدوس لا ده وضح لك هو صلى في مسجد ايه؟ مسجد المدرسة فلو بصينا على شروط يعني معنا كده نشاكك أن المدرسة دي مضاف إليه تعال نبص على الشرطين اللي احنا اتفقنا عليهم جيه قبلها اسم ناكرة؟ آه جيه قبلها اسم ناكرة ليه كلمة مسجد طب الشرط التاني لو أنا شلت كلمة المدرسة هفهم هو مسجد ايه؟ لا مش هفهم لأنه بقول صليته في مسجد تحتمل اي مسجد لكن بمجرد ما قلت لك كلمة المدرسة آه يبقى مسجد المدرسة ما ينفعش يبقى مسجد ايه حاجة تانية فكلمة المدرسة هنا وضحيت لي هو مسجد ايه؟ مسجد المدرسة ولما بص على المثال التالت فصول مدرستنا واسعة تعال كده الجملة دي نوعها اسمية تعال نخرج الأركان زي ما اتفقنا وزي ما تعودنا اول ركن عندي اللي هو المبتدأ فين؟ كلمة فصول سهلة تب فين الخبر ركن التاني؟ ممكن واحد يقول لي الخبر او الركن التاني هو كلمة مدرستنا اقول له ازاي؟ يقول لي ما لو قلت فصول مدرستنا خلاص مش محتاج اقول كلمة واسعة طبعا غلط لأن الخبر هو تعريفه او معناه هو الكلمة اللي بتخبرني عن المبتدأ وبتتمم لي معناها او بتخبرني عن المبتدأ كلمة مدرستنا دي اخبرتني عن الفصول ما اخبرتنيش لاني ما اكتفتش بيها ما ينفعش اقول فصول مدرستينا واسكت مفهمتش حاجة الخبر عندي كلمة واسعة الفصول واسعة الفصول الاخبار بتاعها ايه او حالتها ايه انها واسعة جميل طيب كلمة مدرستينا دي بقى اعريبها ايه طبعا هتقولي مضافئ ليه عشان احنا بنشرح تدرسي مضافئ ليه تعال انتفكر ونشوف الاركان بتاعتنا متطابقة ولا مش متطابقة مدرستينا مضافئ ليه ليه اول حاجة احنا تعودنا الشرط الاولاني ان لازم يجي قبلها اسم ناكرة اللي ها كلمة فصول اسم ناكرة اه طبعا اسم ناكرة تمام الشرط الاولاني نتحقق طب الشرط التاني لو انا قلت فصول واسعة انت فهمت فصول ايه لأ طب لو انا خبيت المضافئ ليه اللي هي كلمة مدرستينا وقلت فصول واسعة تنفع الجملة دي ممكن واحد يقولي اه تنفع والله ماشي مهى فصول واسعة زي الفل ما فاش ايا مشكلة لا طبعا الجملة ما تنفعش لان انا ما ينفعش ابدأ المبتدأ عندي يبقى ناكرة ما ينفعش ابدأ بناكر استحالة لشروط تمام فالمبتدأ هنا عندي ناكر عشان يبقى ناكرة لازم يبقى جايب بعدين مضافي دي ده من شروط المبتدأ دي موضوع تاني بس انا بقول لك يعني ليه ما تنفعش فهنا نرجع تاني كلمة فصول دي اسم ناكرة تمام كلمة مدرستنا وضحت لي الاسم الناكرة اللي قابليه فصول ايه فصول مدرستنا فبقول اه ان كلمة مدرستنا دي مضافي ليه تمام فاحنا سريعا المضافي ليه لازم اتحقق في شرطين برجع عليهم وبأكد عليهم عشان مهمين جدا 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 الشرط الاولاني اوعى تنساه ان لازم قبل المضافي ليه ييجي قبليه اسم ناكرة لازم يبقى اسم ناكرة طب والشرط التاني انه بيوضح الاسم الناكرة اللي قبليه ولو انا خبيت المضاف اليه الاسم الناكرة اللي قبليه مش يبقى مفهوم ولما نبص للمثال الاخير ركب الولد سيارة اسعاف نوع الجملة هنا عندي جملة فعلية الاركان ركب فعل ماضي الولد دفاعل سيارة مفعول به ركب الولد سيارة جملة مفهومة لكن انا بتكلم مع كلمة سيارة الوحيدة الاسم الناكرة ده هل هو واضح انت فاهم سيارة ايه لا مش فاهم لو انا خبيت كلمة اسعاف هل انت فاهم سيارة ايه ركب الولد ده ركب سيارة ايه لا مش فاهم. لو انا خبيت كلمة اسعاف قد يتبادر الى ذهني او ذهنك ان هو ركب سيارة شرطة او سيارة مطافي او سيارة صديقه او سيارة احمد او سيارة محمد او سيارة المعلم. معرفش ركب سيارة مين? انا مخب المضاف اليه. لكن بمجرد ما اظهر كلمة اسعاف انت كلمة اسعاف دي وظفتها عملت ايه? وضحيت لي سيارة دي سيارة ايه? سيارة اسعاف. فلما اجا اقول لك اسعاف دي مضاف اليه? تقول لي استنى. اشوف الشروط متطبكة ولا لأ? الشرط الاولاني سيارة اسم ناكرة. اه يبقى اول شرط اتحقق ان جي قابليها اسم ناكرة. الشرط التاني انها لو خبيت كلمة اسعاف. كلمة سيارة واضحة? مفهومة بنفسها? لا مش مفهومة. كلمة اسعاف هي اللي وضحت لي كلمة سيارة? اه. يبقى الشرط التاني عندي اتحقق وكلمة اسعاف هنا مضاف اليه. ممكن واحد يسألني هو المضاف اليه ينفع ييجي ناكرة? هو غالبا ان المضاف اليه بيبقى معرفة. في الامتحاني يعني. غالبا مضاف اليه بيجي معرفة بنسبة 80-85%. لكن ده ما يمنعش ان احيانا في تالت عدادي فيما فوق او تاني عدادي فيما فوق بيجي ناكرة. طيب انا عمليه دلوقتي احفظه ناكرة ولا معرفة? لأ انا عايزك تفهم. مش عايزك تحفظه هو ناكرة ولا معرفة? انا عايزك تفهم المضاف اليه. ما تحفظهش ان هو ناكرة ومعرفة. والكلام ده. انا عايزك تبقى فاهم ان المضاف اليه بتحقق في شرطين. بيجاب ليه اسم ناكرة وهو بيوضح الاسم الناكرة. طيب بالنسبة لاعراب المضاف اليه. المضاف اليه دايما مجرور. لاما مجرور وعلام الجره الكسرة. لاما مجرور وعلام الجره الياء. والمضاف اليه بيبقى دايما مجرور وعلام الجره الكسرة. الا اذا جاء جامع مذكر سالم او مثنه يبقى ساعتها بيبقى مجرور بالياء يبقى المضافئ ليه بيبقى دايما مجرور بالقصر لكن لو جاء جامع مذكر سالم او مثنه في الحالة دي بس هيقى مجرور بالياء تبديني امثلة مجرور بالقصر زي الامثلة اللي احنا قلناها او زي لما اقول نهر النيل عظيم النيل هنا مجرور بالقصر مضافئ ليه مجرور وعلى من جره الكسر تب امتى يبقى مجرور بالياء زي لما أقول خلق المسلمين طيب كلمة المسلمين دي مضاف إليه مجروره علام الجره الياء لأنه جامع مذكر سالم أو لما أقول صلاة الطالبين خاشعة الطالبين مضاف إليه مجروره علام الجره الياء لأنه مسنة يبقى المضاف إليه بيجرب الياء في حالتين اتنين بس الحالة أقوانية لما يكون جامع مذكر سالم الحالة التانية لما يكون مسنة غير كده هو مجرور بالكسر فاضل عندي شوية ملاحظات تخص المضاف إليه أول ملاحظة أي اسم بيجي بعد الظرف يعرب مضاف إليه سواء ظرف زمان أو ظرف مكان أديني أمثلة زي لما أقول مساء الخميس كلمة الخميس دي مضاف إليه لأنها جاءت بعد الظرف زي لما أقول صباح اليوم كلمة اليوم مضاف إليه لأنها جاءت بعد الظرف زي لما أقول فوق الشجرة كلمة الشجرة مضاف إليه ليه لأنها جاءت بعد الظرف مكان أمام البيت كلمة البيت مضاف إليه ليه؟ لأنها جاءت بعد الظرف الملاحظة الثانية في كلمات عندي سبتة أي اسم بيجي بعديهم على طول بيعرب مضاف إليه تبقى إيه يا الكلمات دي؟ أول كلمة جميع كل معظم بعض ذو سوى معا أي كلمة من الكلمات اللي أنا قلتها دي أي اسم يجي بعديها على طول يعرب مضاف إليه اديني أمثلة عليهم كده زي لما أقول جميع الناس لما أقول كل الخلق لما أقول معظم الطلاب لما أقول بعض الناس لما أقول زو خلق لما أقول سوى اللاعبين لما أقول مع الأصدقاء أي حاجة تيجي بعديهم اللي أنا قلتها دول يعني كلمة مع الأصدقاء كلمة الأصدقاء دي مضاف إليه سوى اللاعبين كلمة اللاعبين دي مضاف إليه أي حاجة تيجي بعد الأسماء اللي أنا قلتها دي وذكرتها على طول وأنا ما يمض تعرب مضاف إليه الملاحظة الثالثة والأخيرة إن الإسم اللي قبل المضاف إليه اللي هو الإسم النكرة بيسمى مضاف ما فيش يعراب اسمه مضاف ما بيتعربش مضاف لا بيسمى مضاف طيب بنعربه إيه؟ يعرب على حسب موقعه في الجملة يعني يعرب على حسب موقعه في الجملة يعني لو جي مبتدأ نعربه مبتدأ ولو جي خبر يعرب خبر لو جي مفعول به يعرف مفعول به لو جي فعل يعرف فعل ملوش إعراب ثابت بيجي إعراب على حسب الموقع بتاعه في الجملة تمام؟ لكن بنسميه مضاف التسمية دي حاجة والإعراب حاجة آخر حاجة عندي في المضاف إليه في قاعدة بتقول لي إن المضاف إليه إذا جاء قبله جامع مذكر سالم أو مثنة تحزف النون النون بتاعت جامع المذكر السالم والمثنة بتتحزف لو جيب عاديهم على طول مضاف إليه قول مثال كده لما أقول معلمه المدرسة مخلصون هي أصل الجملة كان إيه؟ معلمون المدرسة تب إنت حزفت النون هنا ليه؟ بصراحة أنا مش أنا اللي حزفتهم القاعدة بتقول لي إن المضاف إليه لو جي قبل إليه جامع مذكر سالم أنا لازم أحزف النون بتاعتهم بسميه حزف للإضافة حزفة للإضافة مش هتفرق معايا حزفة ليه ودي مش عليك المهم عندي إن أنت تبقى فاهم إن كلمة معلمه دي مبتدأ مرفوع بالواو وكلمة المدرسة مضاف إليه عادي خالص مفهاش مشكلة ما تتخضش من شكلها وكلمة معلمة هي مبتدأ مرفوع علي مترافع الألف فما تتخضش من شكلها إذن القاعدة بتقول لي آخر حاجة إن المضاف إليه إذا جاء قبله جامع مذكر سالم أو مسنة بتحزف النون ممكن واحد يقول لي أنا فهمت الدرس والدرس سهل والطريقة جميلة لكن لما باجي قدام قطعة النحو برضو ما بعرفش أحل فتعالي نحل قطعة نحو مع بعض أنا دلوقتي هديك تدريب عبارة عن قطعة نحو عبارة عن سطرين بالضبط هكتبها قدامك دلوقتي على الشاشة هتستخرج كل مضاف إليه في القطعة دي تمام؟ عشان أسهل عليك أول قطعة فيها 6 مضاف إليه وتاني قطعة فيها 5 مضاف إليه التدريب هيقعد لمدة دقيقة على الشاشة فحضرتك أكيد مش هتلحق تستخرج الستة مضاف إليه في خلال دقيقة فحضرتك هتوقف الفيديو وتستخرج براحتك وتكمل تاني لأن بعد دقيقة هقوم أنا بحل المضاف إليه أو أنا هتستخرج لك المضاف إليه اللي موجود في القطعة ترجمة نانسي قنقر التدريب الأول بيقول إن فضل الله عظيم فهو يقبل توبة عباده الصادقين فعلى كل إنسان أن يسعى في طريق الإيمان وأن يسير على هدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لينعم بحياته أول مضاف إليه عندي الله لأن فضل الله ثاني مضاف إليه عندي كلمة عباده ثالث مضاف إليه عندي كلمة إنسان رابع مضاف إليه عندي كلمة الإيمان خامس مضاف إليه عندي كلمة محمد سادس مضاف إليه عندي كلمة الصلاة لو بصيت في الست أسماء اللي موجودين هتلاقي كل واحد فيهم وضح لك الإسم النكرة اللي قابليه كلهم انتوافقت فيهم الشروط الله جي قابليه اسم نكرة ولو أنا شلت لفظ الله مش هعرف فضل إيه توبة تعباده كلمة تعباده جي قابليها اسم نكرة ولو أنا شلت كلمة تعباده مش هفهم إيه فعلى كل إنسان كلمة إنسان مضاف إليه لأنها جاءت بعد كل وكذلك الإيمان وكذلك محمد وكذلك الصلاة ودلوقتي هسيبك قدام التدريب الثاني برضو المدة الدقيقة حضرتك مستقل الدقيقة هتوقف الفيديو وتقعد براحتك وتخرج المضاف إليه هتلاقي خمسة مضاف إليه في التدريب الثاني ترجمة نانسي قنقر أول مضاف إليه عندي كلمة التقدم لأنها جاءت قابليها اسم نكرة أو جي قابليها اسم نكرة تاني حاجة أن كلمة التقدم وضحت لي ميكياس إيه بالزبط لو قلت العمل ميكياس كلمة ميكياس مفهومة لوحدها لا محتاجة كلمة تفهمها أو تعرفها فجاءت كلمة التقدم تاني كلمة عندي مضاف إليه كلمة الإنسان شخصية الإنسان تلت كلمة عندي مضاف إليه كلمة أبنائنا لأنها جاءت بعد معظم كنا قلين اللي بيجي بعد معظم وأنا مغمض على طول مضاف إليه رابع مضاف إليه عندي كلمة كل إحنا قلنا اللي بيجي بعد كلمة معه بيعرب مضاف إليه هتقول لي ألا ده أنت قلت أن اللي بيجي بعد كله بيعرب مضاف إليه أيما أنا قلت اللي اتنين اللي بيجي بعد معه واللي بيجي بعد كله طب هتقول لي هو ينفع اتنين مضاف إليه ييجوا واربعه ينفع جداً ما فيهاش اي مشكلة لكن سيبنا اقولك لو انا طالب كنت ايه الاخطاء اللي ممكن اخطاقها في القطع دي اول خطأ كنت ممكن اقع فيه بسولة جداً اللي انا اختار كلمة احلامهم مضاف اليه ليه ممكن اشوف ان كلمة تتحقق دي يغيب عني انها فعل او ماخدش بالي فاقول ان احلامهم مضاف اليه تاني كلمة كنت ممكن لو انا طالب اقع فيها كلمة الكسل اولي الكسل دي جي قبليها اسم نكرة اللي هي كلمة عليهم وفي الحقيقة ان الضمائر كلها معرفة مش نكرة